شفت قلت لك كم مرة حذرتك كم مرة قلت لك وبرده قاعت في نفس الغلط تقنيه وضغط على أولادنا اللي غلطه في موقف معين هل رد الفعل الأهل هنا طبيعي؟ هل الأهل ليهم دور في غلط أبنائهم؟ يعني لما ابني يغلط في حاجة أنا كأم وأب أتصرف إزاي؟ إزاي رد فعلي هو جزء من تعلمهم من الغلط أنا بقول لكم الكلام دوت وأنا بحاول وحطه بين خسين كده وتحتها عشرمائة ألف خط بحاول أطبق لكن بيجي وقت لما الغلط يتكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة لا خلاص بفقد الحقيقة أعصابي وببدأ في تدخل بقى بعقبات أو زعيق أو حاجات كده اللي عارفة من طريقة التربية الإيجابية أنه غلط بس يعني أتصرف إزاي؟ إنت رأيكم إيه؟ تعالوا نتعرف ونفهم أكتر من ضفت الجميلة أستاذة إيمان عباس أخصائي نفسي أطفال ومدرب تربية إيجابية إيمان إزاي؟ أهلا بك يا إيمان أنا اعترفت من موقعي هذا أن أنا بفضل صبر مرة واثنين وثلاثة على الغلط بس باجي بعد كده خلاص يعني بلا تربية إيجابية بلا بتاع بقى أنا حنفجر بلاي نفسي بوضت كل اللي أنا عملت أنا بس يعني يعني اللي جاي على قلبي دلوقتي أنه مش معنى أن أنا بربي تربية إيجابية يبقى أنا طول الوقت يا حبيبي ويروح قلبي ويعمل الغلط وإيه اللي حصل هي مش كده بس لأن ده مفهوم أنا عارفة أنه مستفز جداً لأمهات كتير أيوة دلع دلع وهو فعلاً دلع لأن مش ده المفهوم المزبوط المفهوم المزبوط أنه فيه حزم كمان أنه فيه وقت الغلط فيه تحمل للغلط بتاعه وفيه أنه هو اللي هيحل وفيه أنه هو اللي هيتحمل المسئولية إحنا بننسى الجزء ده ونبقى مركزين بس على الحتة اللي فيها احترام أنا أه بحترمه وبحترم طريقة كلامه وبحترم اللي هو عايزه بس في نفس الوقت فيه احترام ليا وجزء من احترامي لنفسي أنه يبقى فيه حدود معينة لشكل العلاقة وشكل التعامل وإن لي ينفع وإن لي ما ينفعش ويبقى عشان يبقى فيه مفاهيم تتذبت عنده وهو صغير ففيه حدود وفيه حزم وفيه شدة بس فيه احترام تهمتك أو هاها ولفهمك أكتر وأكتر فأنا لما بيتكرر الغلط أنا لازم أقف وقف عشان يتعلم بس مش لازم الوقف هتبقى بإهانة أنا ممكن أقف الوقفة إنه هو أنت حل الوضع اللي إحنا فيه تبسماعة الأطفال هم بيتكلموا وبيشرحوا يعني عجبني قوي إنه هم عارفين يعبروا عن نفسهم تهمين فكرة إنه خلط كلنا بنغلط وما فيش حد ما بيغلطش في الدنيا ده مفهوم يعني مهمة قوي إنه يفضل مترسخ من الولاد جواهم من وهم صغيرين لأنه هي دي اللي بعد كده بتفرق في عارفة ساعات الولاد بيوصل بيهم مرحلة حسب فكر الأهالي إنه اللي بيغلط ده وحش أنا مادام غلط يبقى أنا بني آدم مش كويس أنا يعني الغلط يبقى أنا بني آدم وحش فده من لما أنا أغلط وبقى شايف إنه عادي إنه أنا أغلط ده من المفاهيم اللي تخليني كبني آدم حيث إنه أنا كويس ماشي بس عادي إنه أنا أغلط ده فيخليني بقى سادح مداح بقى ما كل الناس بتغلط ريسي إيه وابقى بارد كده وتلم لأ ما هو عايزة أقولك اللي بيقعد يقول إيه المشكلة ما غلطته والدنيا سادح مداح ده عارف إنه الغلط مش كويس بالعكس ده بنسميه زي ديفانس مكنازمة هو كأنه بيعبر على حاجة ضد اللجواه هو بيعمل إنه مفيش حاجة بس الولاد كل ولد بيغلط وبي يعني هقولها زي ما بنقولها في بيوتنا بيبجح كده بالغلط لأ هو عارف من جواه إنه ده غلط بس بيعمل الطريقة دي عشان يغطي على الغلط لكن إحنا ببنبقاش دي وصل لنا قوي الفكرة في إيه يا إيمان إنه أنا أبقى مفهمة أو هو عنده مفهوم معين إنه إنت لما تغلط أوكي إنت غلط هتعترف إنك إنت غلط وهتصلح الغلط اللي إنت عملته اشتركوا في القناة